تدابير جديد تحسبا لشهر رمضان الفضيلة وتطبيقا لتعليمات وزارية مشتركة بين وزارتي التضامن والداخلية والجماعة المحلية لضمان السير الحسن لعملية تسيير قفة رمضان المقبل دخول بطاقية وطنية للمستفيدين من هذه الأخيرة مشروع تراهن عليه البلديات وبلدية برهوم بالمسيلة عينة من ذلك أنا عرفت العملية التضامنية لشهر رمضان دخول البطاقية الوطنية للمعوزين هذه تعد عملية إيجابية بالنسبة للمؤسسات المرفق العام البلدية وكذا حتى المعوزين حتى نعرف ونحصي بدقة المعوزين الذين يستهلون العملية التضامنية بطاقية وطنية لقفة رمضان مشروع يعتمد على برمجة خارجات ميدانية لعدد من الحالات التي أوضع طلب ملف الحصول على القفة تحقيق اجتماعي يأتي بالتنسيق مع جمعية الأحياء من أجل تدوين معلومات الحالة في برنامج البطاقية عملية التحقيق الميداني والذي يتم بمجيبه التنقل الميداني إلى مكان موجود المعوزين يعني تتم العملية عن طريق التنقل إلى بيت حتى الأشخاص اللي ما نعرفوهمش نتصل برؤساء جمعية الأحياء هم يوريونا الأشخاص هذو وذي بادرة خير إن شاء الله أننا نذهب إلى القدام أننا نحصي الفقراء التوعنا المعوزين التوعنا وما نقصي حتى وحد من حقه هي تدابير جديدة اتخذتها الوصاية من أجل وصول القفة إلى مستحقها تقنية قد تنهي الجدل والاحتياجات والتجاوزات الحاصلة مع القفة كل سنة